الخضوء والضعف يجلبان الإرهاب ومن يسيطر على جبل الهيكل يسيطر على البلاد بأسرها العدو أيضا يعي ذلك لدقائق معدودة اقتحم عضو الكنيسة اليميني المتطرف بنكفير باحات المسجد الأقصى المبارك بمرافقة الشرطة الرسالة واضحة استفزاز للفلسطينيين وفرض هيمنة الاحتلال بعد تهشم حصانته الاستخبارية والأمنية في الأسبوع الأخير كلنا نعلن بأن حكومة بنت هي حكومة ضعيفة تتخبط التخبط سيدفع ثمن المقدسيين اليوم كما ينتظر الاحتلال تلك المناوشات ينتظر شبان مدينة القدس تلك المناوشات سيكون شهر رمضان قاسي جدا تزامن الأعياد الإسلامية مع الأعياد والمناسبات اليهودية سيسبب احتكاك حقيقي في مدينة القدس قراءة الوضع السياسي بداية من تصرحات بنت وصولا للمجموعات اللي عم تقام بكل وسائل التواصل الاجتماعي اللي عم بتشرعن الهجوم على العرب وحمل السلاح الوضع على شفهاوي وزيارة بنكفير اليوم للمسجد الأقصى يعني المسألة الوقت لنشوف فيه هون مواجهات ومواجهات جدا عنيفة حالة الهدوء الظاهرة في القدس اليوم تخفي احتقانا أمنيا يستشعر به كل من يقف هنا في باب العمود الاحتلال أطلق تسمية كاسر الأمواج على حالة التأهب ورفع الجهوزية الأمنية لمواجهة العمليات الفردية الفلسطينية التي باتت تصل كل مكان خمسة عشر كتيبة إضافية سيعزز بها قواته العسكرية ستنتشر في القدس وفي مناطق التماسي مع الضفة وغزة وكذلك في الداخل الفلسطيني رخصة علنية لقتل الفلسطينيين إنه الوقت لحمل السلاح دعوة وجهها نفتالي بنت إلى المواطنين الإسرائيليين تعبر مطلقا عن حالة هستيرية من التخبط الأمني والتي ستدفع بحكومته نحو التصعيد الانتقامي هنا محميد القدس المحتلة الميادين